موسيقى موسيقى بصوتها عالي كده قالت له بعرف اركز في الدراسة كويس وهي صوتها عالي ده التكنيكي اللي علمه لي معلمي قال لها طيب انا هديك فرصة ان انا هسألك اسئلة وانتي بتصيدري على السحام المروري قالت له بس ما فيش اي زحام مروري فبيخلي السواء يجيب العربية بتاعته كده على جنب وبيقوله ان هو يروح بعيد وان هو هسألها اسئلة عشرين سؤال في خلال عشر دقايق بس فبيقوله شكلا انه بتهيالي ان ده عامل صعب جدا بتحاول سافي ان هي تشيل العربية وهو بيسألها اسئلة صعبة جدا ومش عارفة تحرك العربية مكانها فبيروح يعود على العربية عشان يصعب الامور عليها وعمال بيسألها اسئلة كتير والناس هنا عمالة تصور وبيقوله سافي مش هتقدر تنجح في التحدي ده والكل عرف عند الجامعة ان سوري بركاش عند سافي في المتجر بتاع الشاي وبعدها سافي حركته العربية وجبته على جنب وتقولهم ان في عرض على الشاي خمسين في المية وكمان هتسمعوا محاضرة من سيد سوري بركاش فطلعوا يجروا على هناك وبكده حلت الزحام المروري وحلت الاسئلة بتاعت سوري بركاش كلها وقال لها جايزتك يا ان انا هعمل لك بايت الشاي بنفسي ومنباهر جدا ان في حد بيقدر يركز وفي صوت عالي جنبه وقال ان هو كان بيذاكر زمان وكان فيه صوت طحونة عالي جدا وما كانش عارف ان هو يذاكر به لكن هو تعلم انه يركز مع صوت الطحونة ويعرف يذاكر وبيشكر في سافي جدا وبيقول لها انه احب اسم المتجر بتاعها وقفين من بعيد وبيتفرجوا وبيقولوا ان سافي هي اللي سحبته على متجر الشاي بتاعها عشان تفسد المخطط بتاعهم رح لهم سوري بركاش وقال لهم ان المحاضرة اللي اتقالت هنا عند متجر الشاي مش ممكن ابدا كانت تتقال جوه وبيقولوا ديني نص المبلغ والنص التاني ادي المتجر الشاي وبيقولوا شوف كنت يا عشان بتعتبرها بسيطة لكن هي عملت كل ده عشان تنتقم مننا لانك انت اديتها ورقة الطلق خدها من ايديها ايشان وبيقول لها انا مش عارف انت ازاي عملت كل ده وليلي من الاخر كده انت عايزة كام قالت له انت بتقول ايه انا مش عايزة روبية واحدة قال لها لو مش عايزة فلوس لما ممضتيش على الاوريق لحد دلوقتي قالت له هوقع وهبعتها لك بسرعة بيحروحوا يقولوا ايشان ان عمته بتطلبهم هناك على البيت وكلهم بيروحوا وبيلاقوا ان سوريكا كتعامل لهم وفجأة وبتخطط له خطوبتهم وبتقول ان هي دي الساعة اللي كات مستنيها بفرغ الصبر سافي قعدة ومتحطمة من كلام ايشان ليها فبيسألها ايشان عمتي اللي انت بتتكلمي عنه انا مش فاهم حاجة لكن فجأة بتنزل ورقة كبيرة عليها سورة ايشان وريفا ومكتوب عليها مبروك خطوبة ايشان وريفا وبتقول لها انا عايزة تقدم لك تقبل انك تتجاوزي ابني فبتقول لها انتو تقبلوني انا اكون كنة ليكم قالت لها انت كنت كنة وهتفضلي طول عمرك وبتجيب لهم الخواتم عشان يلبسوها لكن ايشان واقف عامل شبه المضروب على دماغه متفاجئ بكل اللي بيحصل ده ومش مبسوط فبتقول له ايشان هوا انت مش سعيد قالها لا سعيد ان انا ابدأ قصة جديدة معاك وابدأ حياة جديدة معاك لكن هو مش سعيد ابدا سافي بتاخد الورقة وعايز اتوقع عليها وبتفتكر ان ايشان قال لها مش هو ده اللي انت كنت عايزاه لكن فجأة بيجي تليفون لسافي وتليفون لإيشان في نفس الوقت ان هاريني رجعت لوعيها وجري ايشان وساب ريفا اثناء الخطبة والخاتم مقع من ايده ووصلوا على هناك على المستشفى وهاريني بقت شايفاهم ومقفين برا القوضة وحضنين بعض لكن هما ما كانوش حضنين بعض ولا حاجة سافي كانت هطوع وإيشان لحقها ودخلت على اختها وقعدت تعايت وتقول لها ايه دي خلاص مش حسيبك ولا هروح لأي مكان فبيقول لها ايشان انا الحمد لله ربنا سمع لدعائي وان انت بقيت كويسة فبتقول له بسببك انت وسافي انا بقيت كويسة ومش عارفة شكرك ازاي على كل اللي انت عملته معايا بيقول لها ما تقوليش كده قالت له خليني اتكلم انا لما شفتكم مع بعض حسيت بالسلام ربنا بعتك لينا على هيئة ملاك وخصوصا في حياة اختي سافي وقفت بوعدك معايا وقمت بعلاجي ودلوقتي احنا الاختين حيين بسببك انت بتقول له مش عارفة شكرك ازاي وقفت جنبها لما كانت وحيدة مهما شكرتك هيفضل قليل عليك انت تجاوزت من سافي وانا مبسوطة بالموضوع ده ريفا وصلت المستشفى ووقفة من برا وبتسمع وبيقول لها ما فيش داعي تشكريني ده اليوم اللي انا كنت بتمنى وبستنى طبعا هي سمعت الكلام ده ودقيقت ومشت ايشان بيقول لهم ان هو هيروح يتكلم مع الدكتور وهي سألتها قوليلي عملا ايه مع ايشان وهل تقبلوك هناك ولا كانوا غضبين في الاول قالت لها كانوا غضبين بس السيد راو طلب مني اني مامشيش ولا سيب البيت بيتكلم ايشان مع الدكتور وبيقوله ان هاريني خرجت من الغيبوبة لكن ضعيفة جدا ومحتاجين لحرصة شديد وما ينفعش ابدا ان احنا نقول لها اي صدمة ولا اي توتر وإلا ده هيكون خطر شديد على حياتها وطبعا كان بيدرسلك وانتي قاعدة في البيت وهي بتجاوبها وبتقول لها ايوه قالت لها مش باقي دلوقتي غري اختبارك النهائي عملتي في ايه لكن فجأة اتعبت هاريني وجالها صدوع وقالت لها طب ارتاحي شوية وهنتكلم بعدين وبتقول اقول لها ايه بس اقول لها ان انا وسيد ايشان خلاص ودلوقتي اعادها فين لما تخرج من المستشفى مش هينفع اعادها في متجر الشاي قاعدين كلهم مو متضايقين وبتقول لها سواتي انتي جايا من برا في ايه قول لنا ايه اللي حصل ريفا وصلت على البيت وهي متدمرة نفسيا بيقول لها تعالي عودي قول لنا في ايه وفين ايشان فقالت لهم ان ايشان مع سافي في المستشفى لان هاريني رجعت لوعيها فبتقول لها سوريكا طب ده كويس كده كده حتقول لها الحقيقة سواناند بيتعصب وبيقول ان هاريني ايه اللي طلبت من ايشان يتجوز سافي فدلوقتي رجعت لوعيها وطبعا هتطلب منه ان يوفي بالعلاقة دي فبيقول رو ايا ان كان قرار ايشان ده مش فارق معايا لان انا قررت يتحرك العلم من مكانه لكن سافي واختها مش هيرجعوا على البيت ده ابدا شماي بيرد عليه وبيقول شوفوا سبحان الله كانت علاقتهم خلاص على حفة التحطم لكن دلوقتي هاريني رجعت لوعيها عشان ترجعهم تاني لان هما الاتنين اتخلقوا البعض طبعا ريفا بتتدايق وبتروح تعد على الشرفة تستنى ايشان وسافي بتبلغ شكلة ان خلاص هاريني رجعت لوعيها وتكلمت وبعد كويسة بس ما ينفعش تعد في متجر الشاي وعايزة ولو بيت صغير تعد فيه هي واختها لكن بيرد عليها ايشان وبيقول لها ان هو دلوقتي كان بيكلم الدكتور وانه مش هينفع ابدا ان احنا نقول لها الحقيقة قالت له ما هنعمل ايه قالها ما ينفعش نديها اي صدمة فنتر نكذب عليها قالت له ازاي انا الكذب مش من طبعتي وانت مش شايف غير طريق الكذب بس وبتمشي فيه قال لها انا الكذب مش من طبعتي برضو لكن هعمل ايه ما عندهاش القوة تسمع الحقيقة لازم نبقى عمليين يا سافي وفكري قبل ما تعملي اي حاجة ما ينفعش نخليها تصب اي صدمة او توتر والدكتور اللي قال لي كده بنفسه قالت له طيب هنجذب علي هاريني طيب وعيلتك هتجذب عليهم تقولهم ايه جالوا تريفون تريفون واعمل ايده وسافي سمعت روه هو بيقوله النهاردة خطبتك على ريفا انت فين ورحت فين طبعا سافي برضو تضيقت وتحطمت انت لسه مطلقتنيش ورايح تخطب ريفا وريفا في نفس الوقت محطمة لان دايما ايشان بيسيبها وبيجري وبيروح لسافي وهي مش عارفة تعمل ايه بتجي لها شيكة وبتقول لها انت كويسة دخلت في حضنها وقعدت تعايد وتقول لها هو انا سيئة للدرجات دي هو ايشان هيسيبني تاني ويمشي قالت لها ريفا كلنا عاجزين قدام الموقف ده وانا عارفة انك ما تستحقش كل ده بستسيبي كل حاجة على ربنا سافي راح تقعدت جنب هارين وبتقول اعمل ايه دلوقتي واكلمها واحكيلها ايه وبتكلم نفسها وبتقول انت كنت بتقطعي كلامه لكن انت بتحبيه هتخبي الحقيقة عن اختك ازاي حقيقة ايه ولا ايه انك انت خلاص هتوقع اوراق الطلاق مع سيد ايشان ولا انك ما بتروحيش الجمعة ولا انه حتمه خطوبته من سيدة ريفا لو حصل لها حاجة بصبت الصدمة دي هتعملي ايه قاعدة عمالة تفكر ومش عارفة تعمل ايه هاريني بتفوق وتقول لها مالك يا سافي انت قال انا ليه فبتقول لها انا وسيد ايشان وماكملتش كلامها سواء ناند بيقول لريفا ان احنا لازم نمشي دلوقتي واللي غلت قبل كده يقدر يغلط تاني وبياخدها وبيمشي وبيجي ايشان وبيسأله انت كنت فين يا ايشان وقل لنا هتعملي ايه مع ريفا ايه هو مستقبلك مع ريفا رد علينا يا ايشان ايه هو مستقبلك مع ريفا ايه هو مستقبلك مع ريفا